على غرار زعيم داعش أبو بكر البغدادي بدأ طريقه سليم سليمان إلى داعش من سجن بوكا قبل سنوات بعد اعتقال القوات الأمريكية له الآن هو في سجن عراقي وقد وافق على إجراء مقابلة حصرية مع سيانان لكنه لم ينظر إلى الأعلى ورفض التحدث مباشرة إلى امرأة عمل سليمان لصالح هذا الرجل أبو عبد الرحمن البلاوي أحد كبار القادة العسكريين للبغدادي وعميل رئيسي له في الموصل قال أنا محتاجك أنه تكون معايا وأنا طلعت من السجن صار لفترة وأحتاج تكون معايا وأنا بالدولة الإسلامية فقلت له أنا أساعدك ما عندي مانع أراد البلاوي بيتا وعروسا وشخصا يتستر عليه في حال بحثت عنه قوات الأم ويقول سليمان أنه كان يجول به بسيارته في الموصل وكان يرتدي حزاما ناسفا طوال الوقت ويحمل مسدسا ولم يكن يسمح له برؤية من كان يجتمع بهم علم سليمان وقتها بأن عملية ما كانت على وشك الحدوث ويضيف أن البلاوي لم يعطيها أي تفاصيل ولكنه طلب منه عدم الرحيل في حال حدوث عملية قبل أيام قليلة من هجوم داعش على الموصل قتل البلاوي من قبل قوات الشرطة الاتحادية في منزله واعتقل سليمان عثرت الشرطة على الحزام الناسف الذي كان البلاوي يتديه توضى الوقت فقد كان يحاول الوصول إليه عندما أطلقوا النار عليه اعتقل سليمان ويقول لنا ضباط الشرطة الاتحادية إنه لو أخذت وحدات عناقية أخرى معلوماتهم الاستخباراتية على محمل الجد لم استولى تنظيم داعش على ثاني أكبر مدن في العراق بهذه السهولة ويقبع أيضا في حجز الشرطة الاتحادية عمار علي الخليل أحد عناصر تنظيم القاعدة خلال الاحتلال الأمريكي والذي انضم لاحقا إلى داعش ويقول أنه كان لديه دوران في تنظيم داعش الأول أنه كان المورد الرئيسي لبغداد لمواد متفجرة بأحزمة ناسفة فقد جهز وأرسل 19 انتحاريا عندنا ألماني وإسترالي من الأجانب ومن أجانب العرب موجود من بقية بلدان العرب موجودين الثاني هو إنشاء مصنعا للقنابل في قلب العاصمة جربتنا الشرطة الاتحادية إلى هنا كان هذا متجر لبيع الإطارات أو هذا ما يبدو عليه للمارين لكن السلطات عثرت داخله على منشأة كاملة لصنع إسلحة معدلة وقنابل هذه الصور تظهر بعض ما عثروا عليه أكثر من 12 سترة ناسفة العمليات الانتحارية إلى جانب أكثر من 250 قنبلة إنه جزء ضئيل للغاية مما يملكه داعش جزء بسيط من شبكة أوسع وأكثر تعقيدا تحاول الاستخبارات كشفها وتدميرها